زينب المالكي عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل قادين تسمعوا فينا وينما كنتوا كل عام وانتوما حيين بخير عام جديد واسبوع جديد وحلقة بداية اسبوع وبداية عام 2022 نشاهد ربي تفرحوا بي كما انتوما تحبوا بالحاجات اللي تحبوهم ونتمنى ونكونوا معاكم انتوما زيدا على طيلة العام وانتوما زيدا ترفقونا بأخباركم كل عادة حلقة جديدة من مع الناس انتوما تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي في حلقة اليوم من مع الناس نبدأوا من سوسة نحكيوا على بركاج واعتداء على طالب بسبب له تشوه في الوجه والمنقض هذه المرة كانت فتاة نحكيوا على الحكاية هذه بعد شوية يصفوها بقضية الفساد الكبرى هكا عبروا أهلي جندوبة على ما سميوه مافيا الاستلاء على الغطاء النباتي والأجار في غار ديماو شنية حكايتهم تسمعوا شاهدتهم بعد شوية في مع الناس نمشيوا في الجزء الثاني المعتمدية السبالة من سيدي بوزي دوين فواجع النقل الفلاحي للأسف تتواصل نخدموا البرنامج بحادث بركاج خطير لأسبوع اللي تعدى في جمال وانتهى باعتداء على عامل بسيط وسرقولوا المطور متاع وكل شيء موثق الفيديو موجودة لا شدوا الفاعلين ولا رجعوا المطور الضحية يحب يتكلم اليوم نسمعه في آخر البرنامج هذا رقم الهاتف اللي تنجموا تدونوا عليه كل ما تحبوا تقدموه كل الشهادات اللي تحبوا توصلوها لهنا والمرسلات اللي تحبوا تعملوها باش تكونوا جزء من الأعلام يوميا من ماضي ساعة ونص الماضي ساعتين اللي هنا فيه مع الناس نشكروكم على ثيقتكم الدايمة ونبدأوا كيف ما قلنا منسوسة ونحكيه على بركاج واعتداء على طالب يتسبب له في تشوه في مستوى الوجه المنقذ كانت فتاة رمبون حي الرياض هذي المكان اللي صارت فيه الواقعة التوقيت لاربعة متاع الصباح صبري ماشي لرحلة مع أصحابه يا أخي يجيه تليفون من العائلة أهبط وأجر الرحلة متاعه لكن فجأة يجي شخص ينطر له تليفون ويضربه في وجهه ويهرب رغم وجود شهود عيان الوحيدة اللي ادخلت فتاة طالبة حاولت أنها تنقذ بطريقتها شنو وصال لطالب هذي المتضرر صابر هو اللي معانا على تليفون يحكي لنا الرواية كاملة صابر مرحبا بيك والحمد الله على لطف عسلامة عسلامة يا صابر حمد الله على لطف وشكرا لك اللي موجود معان عايشك صابر أحكيلي شنو اللي صار مطلت نطع الصباح حضرت رحي وفرحان وماشي مع أصحابي وكذير كان عندك رحلة وماشيين مبعادكم عندي رحلة تبرقى عند را اي مشيت حاسي لأخري التاكسي ووقفنا في قراء ووقفت يرام فوالي جيت في تنينة الكار كي يجي اطالع سيبو ومانا طالعين كلمني بقال لي صابري أمكم راح وعننا قضيات وكل شيء أجلتها قلت له أنا هبطت هبطت و معتا قررت ما تمشيش للرحلة بش تراوح العيلتك قررت ما نمشيش نرجع معنا فهمتك انا ماما هيش تونسية تليانية طفل قاسرين معناها لازمني روح فهمتك ايكا هوا احبست حاسي له اللوج على تاكسي اطفل هذا ووقف في الكار ووقف فكا الجوجوه بتاع الكار ام افهمت ووقف فكا الجوجوه بتاع الكار حاسي له حات يد بفي جيبي قال لي اعتيني كلمة قلت له ما عنديش اري الخفت التاليفون الخفت يدي بالتاليفون خاطر احسبتوا من جمعة الكار عبطو الخفت يدي بالتاليفون معتا هدك بلام ديريكتو مو منجيب. هديتني بلام. الطفلة هذي ما نعرف هاش. آآ واقفة تستنى في شكونه اللي اعلم باشكو. حاسيله. جت من غاديكية تجري. وتضرف فيه. وشادته من الكابيوش بالعمل الظوافر متاعها تكسره. هشادته من الكابيوش. معاني تفهم برشة ناس. الطفلة هي الوحيدة اللي تشجعت وتقدمت وعمل ترياكسيون. خاطر في البلاسة هذيك صمش كون يقدم في السوق. ماشي للسوق فهمت. مم. اي طبعا الوقت بش ينسبه اي. برشة 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 ولاد واقفين مدد داخل حت حت اهبطت واحد من لواش فيه لواش صفرة. مم. لها واحد نابس ازاي. اه بوليسي. اغزرلي اغزرلي اغزرلي. وهز روح ومشي. وانت تتعرض للعملية انت على البركات. شافني نبكي. شافني نبكي. بالراج نمشي معناها. مم. شافني نبكي في حالة لا يرفع لها. اغزرلي اغزرلي ما قالي حتى كلمة راهو. مم. ما قال لي حتى كلمة. اغزرلي ومشي على روح. الطفلة هذي اللي بقعت معي للاخر. بجي وما نعرف عليها حتى شي. نحب نطلحها كانت تسمع فيها نحض نشكرها لشكر خاص. التو لا تعرف لا اسمها لا هي شكون لا حتى شي. لا نعرف لا اسمها لا هي شكون لا حتى شي. اما اللي نعرفوا لي برشة من سوق لحد. اللي بسوق لحد بسوقها. ذاكم شاهدينو برشة في اللواجات. مم. ماشي جايرو برشة هبطو. حاصلو. والحالة الحاجة الوحيدة. الكيوس اللي قبل الرامبوة هذي. اه. انا متعدي بالكاربة. سيبوهم. ماشي الاسبيتار. متعدي بالكاربة. وحات ننسيت التليفون. اه نسيت البلوتوط في وضناي. مم. الكيت التبرانشة بالتليفون. معناها شخصها ذاكها في الكيوسك غادي. مم. فهمتك. ما عطا في مسافة قريبة منك. معتها في الكيوسك. صحيح. متأكد. اه كي. سألت قلت باركشي. سألت شكوان قلت لبقليمة وكارتلشي لكيوسك. ماشي. يعطيت حتى 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 شيء. معنا يخافوا. فهمتك. ايه سابر انتي بعد ما صار لك هذي الكل مشيت شكيت كمام. فما برشة ناس موجودين. فما ناس شهدين. ينجموا يتعرفوا عليه. يعطيوا الأصاف متاع الشخص اللي يتعاد عليك. الشخص اللي يحافظ اصافه فما يكونش شهد معي وخبيت الوامر تاليفوناتهم. اللي يخبف. ومشيت قدمت شكاية متاع. اه قدمت شكاية في حياة. قدمت شكاية في حياة رياض. بيه? انا سابري مرة اخرى نقول لك الحمد لله على لطف حمد لله. عليك. اه. اما سامحني. قل لي يا سابري. الحب الحب نحكي باسمي وباسمي الطلاب الكل. مم. سامتنا? الحب نحكي بالحق البلاسة هذكة لازم يعملوا في القنطرة ولا عاش يعملوا يعملوا كاميرا. يعملوا اي حكاية. ما بالحق احنا احنا كطلاب مانيش اه محميين جملة. مع تسارة احداث كيف مني صار عليك انت يا سابري برشة مرات. برشة تخطفوا زادة وعندي طاو كل شي وصلت البرشة حكايات. مم. في البلاثة هذكة بالزيت معنا. مم. وبرشة بنات قالوري نحنا نقفوا معاك وكنتش نعمل احداث خطر بالحق احنا مانيش محميين. في البلاد ما نعرفوا هيك. انت جاء انا مقاصرين. وشي السوسة عندي طو اربعة سنين نقلة في السوسة. مم. دي ما نتعلم برشة حاجات رو. وبرشة طلاب زادة كيف نكيك. صبري انا نتفهم ووحد يسمع القهرة على خاطر بالحق كي واحد يتعدى عليك. المسألة معنتها القهر والاحساس بالعدم الامان وانو انسان يتعدى عليك وما يلقاش العقاب متاعه. هذي اللي يولد برشة مشاعر خايبة وسلبية وغضب وغيرهم من المشاعر اللي تنجم تحس. موهده هوا. لازم لعبك يلقى حقه باش ينجم باش ينجم يستمر. تبتشي تشكي يقول لك به. هاو اخذينا المعلومات. وتو نكلموك وتو نرجعوك. مرة اخرى نحب نعمل النداء اللي انت عملته في اول الشهادة متاعك يا صبري مرة اخرى باللطفة عليك وان شاء الله لباس. وحابينا ناخذوا الشهادة متاعك للناس اللي يسمعوا فينا في سوسة وفيها الحي هذي نعرفوا لي سوسة مدينة يرتادها برشة برشة طلبة على خطر فيها جامعات متعددة. يجيوا واليوم يقول لك نحسوا رويحنا بحض الأماكن انت على الفاك متاعنا ولا غيره. ماناش مامنين باللطفة صبري. انا نحب نشكرك على شاهدة متاعك ونشكر الفتاة اللي دخلت واللي تحلت باش شجاعة باش تنجم تعاون شخص لقاته في حاجة انه يتعاون. اليوم هو ماذا به يلقى الفتاة هذيك انت اسمع فينا انتو ما برتجيوا الفيديو وبالك هي تتفرش فيها وتسمحها. البنية اللي الدخلت في البركاج هذيه في اه الروبوان تحي الرياض لاربع متاع الصباح باش تنقذ اولد في اه اه حي الرياض قاعد يتعرض البركاج ماذا به يشكرك ويقول لك يعطيك صحة وبركة لو فيك لكن كيما قال لنا ما يعرف عليها حتى شيء اتدخلت على خطر حسة روحها لازم تتدخل ولحقيقة الانسان يستغرب كيفاش واحد يتعرض البركاج قدامه ويبدأوا فهم برشة ناس موجودين ما يتدخل كان شخص واحد مهمنيش ان فتاة ولا طفل لكن ما يتدخل كان شخص واحد لكلهم يراه وليفهم معتدي وحتى حد ما يتدخل نفهم اللي ناس تخاف يقول لك يمكن عنده سكينة يمكن عنده موس يمكن عنده غيره لكن شنو اللي يخلى الفتاة هذيك تتدخل وهي ما تعرفوش الشخصة ذيه بالكل وحتى التوى ما يعرف عليها حتى شيء وما تعرف عليها حد شيء فقط على خاطر فهمة انسان قاعد يتعرض الهجوم هي حست انها لازم هدفع علي فبرك الله فيها ويعطيها الصحة ومرة اخرى نحيوها على الشجاعة متاحة وان شاء الله ياربي توصل لها الفيديو هذي خليكم معنا على خاطر احنا منسوسة بش نهزوكم مباشرة الجندوبة قضية فساد كبرى هكا عبروا عليها اهالي جندوبة عبروا عليها زيدة بكلمة ما في الاستلاء على الغطاء النباتي والاشجار في غاردي ما كالتوس وزائن يتم قطحة للحطب دون رقيب ودون رخص وتحت غطاء اطراف مشبوهة غابات كاملة قاعدة تمشيها كلها قاعدة تمشي لا تعوض بالطباعة على خاطر نعرفوا اللي الخشب مادة نستعملوها في برشة حاجات مهمة برشة حاجات لكن لازم اعادة تشجير كنحبو نعاودو ولا نستعملو غابة ما وفم مواسم وغيرو غيرو واجندات وغيرو حسب المصادر الرسمية لوزارة الفلاحة الحكاية متواصلة لسنوات مثلا هولا الرقم اللي يجينا في الفين وعشرين يتم تسجيل اكثر من اربعمية وخمسين اعتداء على الغطاء الغابي في المنطقة هزايد 319 منهم تم احالتها على المحاكم ورغم هذي الاعتداءات والجرائم هذي موقفتشو متواصلة ولا رقيب ولا حسيب وعادي معنا تنقصوا الاشجار وعادي جدا احنا بش ناخدو عطايل حرزي هو اللي بش يعطينا اكثر تفاصيل على الحكاية عطايل مرحبا بيك السلامة مرحبا بيكم مرحبا بيكم بارك الله وفيكم على اللفتة هذي وبرك الله وفيكم استواصلونا صوتنا يعيشك يا عطايل يعني نحنا في منطقة غردي ما حدودها 26 كمواتر طيجة جاية اي لا رقيب لا فحافة لا كيميديسة مهم ما شمعش هنا هت نفى منها معاك اليوم الناس اللي تمشي تقص الاشجار هذي لغاية شنو مجدونها هي بزيطة حسم الله هي اه بات عامليني جي 6 ولا 7 ديبارك في اه سلطان في القرة في وربس كلو خفاف اي وفي اكهل لك اللي خدام اللي تاخدد سبا كل كل فارك يجو يلمو من جاني الخفافي لحوالهم على اقلا نهار مهم مزيد لحطب كيف كيفي لحوال يعني وطريق 59 نحو كله كانت وصح اليوم ممشيت ممشيت بش نشوفو عينوا المكان انا اينا المكان الجاينا اللي اسم كمبيا ربي عينها سبع من الناس من مكان اخر وربي عينهم حاطين باصة صارية وبدو بشي قصوا يا دي حابس كيفيشنو بشي قصوا قالك قالك بشي قصوا شو زر كل الكلاتوس بلفين كلاتوسة سمحني ما فهمتك شو عوطيل دي كومبير شو بدخلهم يقصوا في الكلاتوس مقاول جاي مقاول من برا جاي مقاول انت قتلي مع تجمعات كومبير معنا حتى داخل خطر نعرف اليوم اكثر اصدقاء للطبيعة وللبيئة معنا تاديك عليه استغرب لا لا اقولك المقاول مقاول اي اه اه فهمتك فهمتك مقاول به اي قصف الكلاتوس اي 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 انا سألهم قلت مش نحو الكلاتوس لكل الفين الكلاتوسة كاملة بمقدارها انا ما مشيتش اي مشولهم الحارسة ومساعدة في اللايفة اي اي كيف شول الحارس اي استغرواهم بعد النيسة ورهم الرخصة اي حسب والسحابي وورهم على اساس الكلاتوسة بان كالاتوسة بان كالاتوسة بان كالاتوسة تطرب واحدة واربعين دينار في اول حاجة لصح في قصانة بتقصش كيف لك ايك قطصت احكاية ثلاثين ساة خطر نجم ترجع تحية الكلاتوسة من اخر فما طريقة معين القصان هي حوليك سانية حاجة كلمش عليك اضاء طرغابات والفلاحة تحملوا مسؤوليتي على هذا الكلام أكبر أكبر أفو أكبر ظهر فاسدة في غردي ما هي داك سلاحة ودات الغابان أليش؟ طيب ربي حوي جبر كذوم الناس المقاول هذي المكمبين يقصوا في الكلاتوس والفين كلاتوس عندهم رخصة لذلك؟ حسب حكومة حكومة عاتم شاولهم الحرس ولقاوا عندهم رخصة لكن يقصوا فيه بطريقة عشوائية عاتم تخليش الكلاتوس عوديا ممنوع قصانوا يا أختي لقدنا مشاريع لعدنا حتشي عدنا يكلتوس هذكها وكاننا حالة تمتعبية عدنا الأراضي طبيعي لعدنا مشاريع لعدنا حتشي ودينا ديما يتعدوا لنا عصرها الغابية دينا بتحديها موزارة الغابات أو موزارة الفلاحة أنهم تسمعوا بها مدينة صاجح في أن تحرقت أي ما وهذا هو زيد على الإنسان اللي يمشي ويقص فما الحرائق اللي عانيت منها مع أنت وتعني من جاندوبة كل عام اللي عانيت منها بن زرد زادة دغنيغمو واللي معناته كل المجتمع المدني هو اللي قاعد يتحرك بشي عاودي أتحدى الزرد الفلاحة بغرد ما أو الزرد غابات بغرد ما أنهم غرسوا حتى صزرة غيرة بفزحتين أنهم غرسوا الزيتون بالعكس الزيتون يبيعوا فيه لبرة وعلى كلامي هذا وهذا مسؤول على كلامي يعني يعني الزرد غابات ونجدنا بقولك حاجة سمع نيس خدامة يخدموا في الغابات كي يخدموا خاباتهم هم ما يخدموا قيدين لهم 24 يوم وما يخدموا في عسرين بركة فقطوا 12 يوم ولينا محمد رسول الله ونهار كامل تدور النيلس لخدمة أنت اليوم بعت واليوم صورته أهلي بش يقولك أو يشتيح على الكياس ماشي كياسة ذي منطقة قريبة للمدينة والغريب في الأمر أنا بلدية ورغس تقولك ما في بليش بالأمر يعني يتنكلونا بشعبي كما تنكلوا من قبل ونحن نرى مش نسح كثير ويرحموا لديكم وصلوا لنا صوتنا لأننا نحن باش نزيدوا نسعدوا أكثر وأكثر خطر لا مرأ ناس مينة لإش لا ربعا ديما ينحقونا في التزر وهاونا فرغا غرديما يا عطيل هنا قاعدين نغزروا للفيديو ونحب العبد الكلي قاعدين يسمعوا فينا يدخلوا زي دا يتفرجوا على خطر هذي الحاجة البيهية اليوم مع الصور اللي تنجموا انتم أقول عليكم موجودين غادي في غرديما التصوير موجود على الباش فيسبوك غاديوية فام على ايفم تيفي الفيديو اللي بعثينا عطيل برك الله وفيه اليوم يقول لك راهوا هذي الثروة الوحيدة اللي عنا أحنا في جندوبة في غرديما راهي الطبيعة ما تزيدوش تحرمونا منها بها التصرفات العشوائية والإجرامية في حق الطبيعة وفي حق الغابات وفي حق السكين زادة على خاطر هذيك الثروة الموجودة والحقيقية في هالمنطقة هذية كيف ما يقولوا ما فام حتى شيء آخر ما فام حتى استثمار آخر على قل خليونا هالثروة هذي نحافظوا عليها على قل حتى حد ما قال راه وما نستعملوش الخشب وإلى ما ناخذوهش ولا مقاولين يخدموا على رواحهم ولا اللي غيروا ولكن دي ما راهو فام دي كالاندغيية فام حسابات فام الطريقة لإعادة التشجير باش ننجمو نستعملو الخشب كيم ما يسير في العالم مجمع ما نجموش نقصو ونتعديو وقتلي بلادنا كيم ما تعرفو الكل واتابعو الكل برشا حرائق في الأشهر اللي يتعديو واللي تعديو على غابات كبيرة برشا باش نعوضوها لازمنا عشرات السنين عطيل شكرا لك على الشهادة متاك احنا بش نقعدو في متابعة معاك الموضوع ما رح ببيك ديما هذا موضوع هي شغلنا ونحبو نحكيو عليه شكرا لك وبركة لو فيك على شهادة متاعك خليكم معانا على خطر في الجزء الثاني بش نمشيو لسيدي بوزيد ونحكيو على فواجع النقل الفلاحي المتواصلة وحادث البارح يصفر على إصابة عشرين عامل في القطاع الفلاحي بعد استدام جوز كمين ما بعضهم أكثر تفاصيل على الحادثة بعد شواء سيدي بوزيد تحديد المعتمدية السبالة وين حوادث النقل الفلاحي تتواصل أسفر حادث البارح على إصابة عشرين عامل في القطاع الفلاحي في حادث استدام تاع شاحنتين اللي خلف زادة حالة احتقان في المنطقة مع تواصل ترخيص صلاة المعنية في معالجة ملف النقل الفلاحي عليش نقولوا هك على خطر أكثر من مرة عشرات المرات ضحايا بالجملة وكل مرة نحكيه وكل مرة يقولوا ليه بعد التحقيق هذه لازمنا نلقاو حل جذري العملية متاع النقل متاع العاملات في الفلاحة لكن ما فم حد شي يصير الدليل اللي حوادث هذه ما زالت تتكرر تفاصيل الحادث والوضع في الجيهة مع المواطن الصحفي توفيق اليوم سي توفيق مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا عليك أنا لباس شاء لأنتي تكونوا بخير شكرا لك اللي موجود معنا توفيق هنا في مع الناس حادث أليم مرة أخرى العاملات في الفلاحة هما اللي ضحيت هالحوادث هذه كنتوا صفرنا شوي شنو اللي صار والله قمنا صفح على الساجعة في درجة حين سايل أصفر على جرح كما قلت عشرين عاملة في الحياة الغريب في الأمر كنت أذكروا حادث الأليم اللي صارت في دوار البلادية أكيد أكيد هذي كبيرها معناها مستدواء الروميدة اليوم يا ربي يوصف أنه ما عاولش هالعباد اتوفت وموثت ويجبنا بطوارها كانت تمنى جوسموا على صحتهم يا توفيق قل يتاو نرجو نحكيوا على الحادث المهم هما لباس هما كما تكون زوز من الناس بزير متعبير شوي إن شاء الله لباس رب يشد فيهم رب يشد الأخرين حالة مستطرة وزروحة كما تكون تكتر هذي كبيرها حمد الله على اللطف حمد الله على اللطف بيه لكن حبيت نقول لك من نفس الدوار وكرفوع اللي يسير في كل وزراء تتوية الناس يكون ينفض في كل وينفض أمور هالعاملات ينفضوا لهم من ناقل من حصن من أوضاع الطرار ريك ومن أوضاع المياس ويشوفوا عليش وتصرهمش لأعناك الاجتماعي ويشوفوا شي ذوي كل ما يصيرش من أحد شيء والدليل لنفس الدوار اليوم ورأو مش أظهر حادث هذيك حادث وهذا حادث نا بالجندة الحوادث ساعتهم ساعات يتعدوا الكرابة ذيكم جيت لهم تعذر فمس جيت لهم ماك الناس هذيك معناه تشوف نظر للموت البطيس ساعات تبدو راح ماهو هذيك اليو جادوبة يا توفيق اللي قلتلي تحكي معه من سيدو ما تقول لي كينا ما عندي حتى خيار ما تجيش تحكي لي تقول لي امشي بطريقة مؤمنة تقول لي كينا ناخو فيه هنا عشر لايف والخمستاش نالف في النهار ما نجمش نحط فيها ربع لايف ترانسبور ما نجمش معناتها هي مجبرة انها تمشي هكيك الحل مش يجي من عندها هي الحل ما ينجمش يكون من عندها هي انا 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 كلمتها وحكيتها معنا برشة مرة لكن سمي ايجابات كينا شنو وقل لي توفيق شنو تسمع شنو يقولو كدلها توقيتي ما تخاف لك موت قلت ما نيش حاية دي جاني ميت يا راح والموت اني نشوف ودي ناقص هو بطريقة ناقص ما نجري هاكو ناقص اما يوفي زعان يوفي العيال اذي كاخبر موت بالنسبة غاينات وش ناجم تقول له معناتها وزيد في الامر لأي سلطة متجهولها عندهم يلا هضوكنا نظمر واحد كيفاش ينظمر واحد مريض معاق ما عندوكش كيفاش هو ينظمر واحد مالا انت وشنو داورس وشنو داورس والمنطقة هذي بلاي تو نحنا المنطقة معتدلين سببال هذي المنطقة كبيرة تقوم اقل شيء اقل شيء مربع لديه ينون تهيئي من اكبر المناطق اللي نقود متقفل غيرها متراوح من جنة مثل بالبالة من توسم المجبن الثمانة كانت تسمعوا بي بطبيعي كبيرة منطقة كبيرة لكن اختيب ليه اركز معي في حاجة ندخل مثلا المناطق نشوف درشة الناس اللي بيس عليها وطيلي كعبة والكعبتين تعبين هذي الناس كلها تعبة واحد تنتج الكعب والكعبتين لبسين معناها لبسين معناها انو يناجم الواتبو حياتي يعيش راهو يقفها معناها المنطقة معناها اتماعش من هالأمور هذي اتماعش منينها تخرج ثلاثة ساعة اصباح بجفتها تروح منطقة كاملة فأم اقل شيء اقل شيء نساحة عصرة مربع كلها تتعايش ودي تتاول شفتها متاول في وقت زيتون حفتها مناسلة بس على تاول معناها امه نسوف انت الفقر كيف في وقت زيتون يجو خالي نجم نركبه ونمشي ونجم ونجم ووقت اللي تم زيتون عباد ما حفتها من الخير كلا ماش حطر ضحك ما كتاب هك مدخرش عليها في وطعام الناس مكبلة بالهموم ده واحد ما ينجم كان يفي على الاخر على الاخر وانتبار معدود حط المستفل والقب ما يعرفش معناها نحي القب الام ما هيش فيها من اللي يسمى مستفل ومن اللي يرجع ما تعرفيش انه ما ليش على الهدالة بعد كان يكبر شوي يدخل معايا الثانية تطمعتهم من السلسل وليه تسوي البنات تسوي البنات خاصة البنات خاصة طلب نش يا توفيق أنا مرة أخرى نحب نشكرك على الشهيدة متاعك نشكر نسل كل اللي ياخذوا الوقت على خطر يكونوا معينين من الجهة هذيك ويحبوا يتكلموا على جهة متاعهم وعلى البلاسة متاعهم وهذا اللي نحبوه أهلام زيدة انتم ما تقولوا فيه الكلمة متاعكم باش تواصلوا صوتكم يقول لك توفيق هاي سيدي هذي السبالة نفسها اللي عملتوا عليها البلاتويت وناس كلها تحركت والوزارات الكلها تحركت ولازمنا نلقوا لهم حل والحيطة الاجتماعية وكل كلم الكبير هاي السبالة من لول وجديد الحمد الله ربي هو اللي يلطف هتبكاني من نجم يكون عدد ضحايا كبير اليوم فما المصابات بالجروح لكن الحمد الله عاشوا لصغيراتهم يقول توفيق ويقول لك راهوا عشرة كيلو متر مربع ناس ما هينش عايش أصلا معنا يستنيوا أنهم يمشيوا في الظروف هذيك مش تقول لك جملة أكثر من هكا شنو تحب تسمع تقول لك أنا كي نرى ولدي ما عندوش وقت هين نموت ما نخافش أني نمشي ونعرض حياتي للاختار حتى الوقتاش هذي هو السؤال حتى الوقتاش شنو اللي يلزم يصير باش لأمور تتبدل ناس وماتت حوادث وتتكرر شنو اللي يلزم يصير باش حياة السيدات هذو ما تتبدل لحقيقة أنا للأسف ما عنديش إجابة وظهر لي حتى الأهالي ما عندهمش إجابة نستني وكان فما تحقيق يمكن ولا كان فما نتائج لتحقيق على اللي صار هذي واشنو الحلول اللي تنجم تتقدم لسيدات هذو ما شكرا لك يا توفيق احنا من سيدي بوزيد باش نمشي ونحكي وعلى بركاج اخر المرة هذي الضحية يقول كل شيء يمصور كل شيء يموثق لموتوري رجعت ولشده السريق مع الناس حادث آخر متاع بركاج تقولولي عليش تحكيو كان على البركاجات لحقيقة مش نحكيو كان على البركاجات لكن الأمر اختير برش اليوم فيديو تراوه هنتوموا على الباش فيسبوك غاديو يفاهم توا على يفاهم تيوي زادة توا البركاج هذي صار الأسبوع اللي فات في جمال انتهى باعتداء على عام البسيط سرقولوا المطور متاعه الحادث موثق بالفيديو كما قلتلكم وكما قاعدين تشاهدوا فيه المتضرر عرضة للسرقة والاعتداء بالسواطر والسيوف رغم اللي كل شي موثق ورغم اللي فم الفيديو ما تمش القبض على المجرمين أو استرجاع الموبيلات المتضرر عز الدين يحكينا بأكثر تفاصيل شنو اللي صار عز الدين مرحبا بيك روح أسلامه أول حاجة الحمدلله عن لطفي عز الدين عايز خليل آي يا أخويا قل لي شنو اللي صار معاك خمسة ونوص ماشي قصد ربي ماشي نخدم مل روح شو تعم في الدنيا انت عز الدين شو ورسمية نخدم في شركة خاصة تخدم حشاك زبرا نفط حشاك مستو الله يعينك يا عز الدين اي شنو اللي صار خمسة ونوص طالع ماشي نخدم مل روح يوسق بلا اي معناتها نراف الفيديو الكرة بقعد الدوب لعليك يابط منها شكون يابط منها الزوز يعني العليمية اي الزوز فيديو مشوف الزوز فيديو مشوف في قليعة الموتو اي اي احبش نسيب لون اي انا شدت شوية هز الفصال ويابط عليها وقتلي هابط عليها بهرب تيد كما هرب تيد يسواب على قصفهم لطف عليك لطف عليك كي اي هيا وصلت المركز قالوا لي دوري مش هنا تعم فيديو دور bore هاي استنيت الدورية وكذا قلود لبر جيب bloom فيديو شو شو قالوا لك برا جيبreme فيديو انتي معنات الفيديو هذي كميرا متعم حل ولا شنو هذيك متاع عمارة متاع عمارة معنى معنى عندهم عندهم كاميرا شغف يوصل للبر اي. وانا ادي جام انا البركاج قدام قريت وقدام عزيزة. اي معتا في شارع عمومي معتا في شارع عمومي. اي. وليشارة عزيزة عزيزة محبش تعطيك قريت قليل ضو مقصوص علي. المهم اتحصلت على الفيديو وانتي توا يا عزيدي. موش مهم? المهم عندك فيديو وفيها العبيد اللي سرقوك هاك او لي? ايك هاك. ووقتي هذية مش العملية اللي لا راه. ايه. برسا كانت بركاج لترى. ايه. ايه. تضربت نهار تلاسة. ايه. تلاسة لا بعدها. في قصر هلا. ايه. هذا الانسان ماش يخدمها راح الصفاح. كيف? كيف? اللي هنقال لي هالمطهورة هارب من هم يدخل فيها حياة يترح الموت خلوه وتعدى. لا حول ولا قوة الا بلاي. نهار دمانية وعشرين ديسمبر. في قصر هلا. طوى هيت هي تنكمل معاك يا عز دين. معتين انت هزيت لهم الفيديو. الفيديو ده توثق العملية لكل. حتى بعد الفيديو ما فهماش نتائج حتى بعد اسبوع. ما فهماش حتى نتجة ورفقت لا فهم حتى نتجة. نمشي لهم وقول لهم ما فهمة شيء. ما فهمة حتى شيء. اه بيه. ومع الناش امن في جمال زل. كاجينا عنا امن اه اه شير. بيه عز دين مرة اخرى حمد الله عليك انت. احنا اليوم عدينا صوتك زادة بش نبلغوا صوتك لسلطات الامنية. في جمال يقول لك اليوم هاو موثق هاو بالفيديو. صحيح بش نكونوا زادة فما امانة في الحكاية. لوجوه مايش ظاهرة متنجمش تفرزهم بالكديه. لكن طبعا فما شرطة فنية وفما ابحاث وفما طرق احنا تغيب علينا. لكن هما عندهم اللي نجموا بها يطلعوا هالناس هذي سيخطولي جريمة منظمة. يقول لك عز الدين بعدين بجمعة بنفس الطريقة يفوكوا مطور. مع انت ظاهرين الناس مركزين مع حاجة معينة. اليوم ما حتى الوقتيش معنات كيما اللي سمعتو صبري الطالب من القاسرين اللي يعيش في سوسة يقول لك ما فما حتى امن ما نحسوش بالامان احنا رانا في سوسة وين نقراه وين غيره. اليوم عز الدين من جمال يقول لك راهو. اليوم ماشي نخدم على روحي نلقى روحي عرض البركاش حتى كنت حصل على فيديو ونوري فيها العملية كاملة حقي ما يرجع ليش. شنو اللي لازم يصير زادة بالضبط باش نجم راجع حقي. اليوم آآ نحقي طبعا القوية الامنية اللي تخدم خدمتها اللي يخدموا خدمتهم بس صحيح وكيف ما يلزم على خطرهم في خدمة الناس وهذيك الخدمة متاحه. اليوم النداء من عند مواطنين هذو ما يقول لك حتى كان عنا وثائق اليوم ونصوش للنتيجة كيفاش. بايه يعني نشكركم الكل اللي كنتوا معانا حلقة اليوم من مع الناس. اول حلقة في العام. ان شاء الله كما قلت عام مبروك عليكم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. نسمع عليكم ان شاء الله الاخبار البيهية. شكرا لكل فريق الاعداد كالعادة. وسيما صعفي شكرا لك على الاعداد. آآ وبرك الله وفيك ديما على وجودك معانا هنا في مع الناس. شكرا لك امينوس في المرافقة والاخراج كل فريق الاخراج الرقمي. ايهاب عبدو. كنتوا معاكم زين بمالكي. خليكم مع بقية برامج ايفام في المان.